الوطني مباراة مهمة جدا امام بوركينا ان شاء الله يوم الخميس القادم معايا واحد من النجوم الكبار اللعبه ليه منتخب بوركينا فاسو اريستد بانسي مهاجم منتخب بوركينا فاسو ولعب ايضا لنادي المصري البورسعيدي يا فندم منشرف ومنور سعيد جدا متأكدك معايا على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 مساء الخير عليكم وشكرا على هذه الدعوة بالتأكيد السؤال الاول ليك يخص المباراة القادمة المباراة الكبيرة بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو اليوم الخميس القادم في تصفية كأس العالم كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة اعتقد ان المباراة ستكون صعبة جدا صعبة جدا لان الفريقين الفريقين عائدين من كان صعبة جدا الفريقين لم يحقق طموحهما في كأس الامم الافريقية الاخيرة لذا فان هذه نحن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وهذه المجموعة من اللاعبين يعرفون جيدا المواعيد الكبرى وكذلك الفريق المصري وارى ايضا ان منتخب مصر اصبح لديه ميزة اضافية وهو حسام حسن الذي دربني في بور سعيدة هو مدرب لا يحب الهزيمة حسام حسن لا يعرف سوى الفوز وهذه تعتبر مبارته الاولى الرسمية وللأسف هذه مبراجآت ضدنا ولذا ارى ان المبراجآت صعبة للجانبين انت اكيد هتشجع منتخب بلدك قدام الكابتن حسام حسن بس انت اكيد عارف الكابتن حسام حسن وعارف شغله الفني شايفي اكتر ما يميز الكابتن حسام حسن واتما كنت تتدرب معه لقد عملت معه موصما في بور سعيدة وهو مدرب كما قلت لا يحب الهزيمة لا يحب الهزيمة على الاطلاق والهزيمة تجعله لا ينام وهو مدرب يحب لاعبيه ويحفزهم دائما على القتال منذ ضربة البداية الاولى في المباراة وهو طالب اللعب بالقتل طولة 90 دقيقة لذا كما قلت اعتقد ان حسام حسن لديه منتخب مصر لديه ميزة حسام حسن كمدربه وايضا ان معظم اللعبين يلعبون في البطولة المحلية ويعرفون بعضهم البعض جيدا